السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخوات الكرام متتبعين وصور قناة تعليم الكهرباء من الصفر في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نرى الشرح حول الألي المبرمج من تقديم الأستاذ ولد قدا الذي يحييه بالمناسبة إن شاء الله يكون هذا الشرح في ميزان حسنته أيضا إذن بدون إطالة نرحوا نشوفوا الشرح بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سوف نرى المبرمج الألي السنعي يعني لطمات بروغرامات الاندسترية لاحظة معي هذا الشكل ويختلف من شركة إلى شركة الآن قبل أن نرى المبرمج الألي نجب أن نعرفه أحد المفهوم أن النظام الألي يتكون بثلاث عناصر وهي المنفيدات المنفيدات المتصديرة والمنثقطات يعني لزاكسيونير لبرياكسيونير و لكابتر نظام التعني يهتم بزوج الصوارح يهتم بالمنثقطات و يهتم بالمنفيدات المتصديرة الآن بالنسبة إلى المبرمج الألي المنثقطات تسمى المداخل والمنفيدات المتصديرة تسمى المخارج يعني باللغة الإنجليزية تلاحظوا معيها مكتوبة و بالنسبة إلى المخارج و بالنسبة إلى المخارج إذا نلاحظوا معي المداخل لكم نرى هنا و نرى هنا لاحظوا معي المداخل المداخل تكون من إضافة إلى تغذية الموجودة لدينا 24 فواتر و بالنسبة إلى المخارج و بالنسبة إلى المخارج بين المخارج من الخارج و تقوّدي هذا المبرمج الألي موجود للتعليم حيث ما يجاوبرنا الملتقتات على شكل قواضع و تعفو بالللي القاطعة هي أبسط ملتقد و تحكم أيداور لاحظوا معيها سوف نكبر الصورة إذا لم يداخلها مواضحين إذن يبدأ من E1 حتى EY هنا عندكم الصفر وهنا عندكم واحد يعني هنا مفتوح مغلوب وهنا مفتوح إذن هما هنا E1 هاية E1 E2 E2 E3 E3 حتى EY هاية EY إذن هذا يعتبر مداخل اللي هما منتقطات الآن بسبب المخارج اللي هما Output عدنا من E1 حتى OL عدنا 16 عدنا 16 المخرج لاحظوا معها الصورة رهية واضحة بالنسبة للمخارج إذن تبدأ من E1 حتى OL التمثيل التحم هما عبارة مصابيع على شكل LED هاوما التمثيل التحم هذا النجم يستعملون كذلك منفيدات متصديرة من الخارج اللي يوجد هنا وانا التغذية صفر فضل هذين بعد أن ترونها التطبيقات لاحظوا معي هذا المخارج نسي شيء بما أنه الممبرمج الآلي موجه للتعليم نظر من المنفيدات المتصديرة يكون لدينا إما ملامس أو موزع يعني كونطاكتر أو ديستريبيتر لا لدينا مصابيح لاحظوا معيها أمامنا مصابيح على شكل LED إذن نعاود مداخل تمثلهم قواطع ومخارج يمثلهم مصابيح مداخل يمثلهم قواطع اللي هم منتقطات ومخارج يمثلهم مصابيح اللي هم منفيدات متصديرة الآن لا تتكوّل العنصر الأساسي في اللطومات هو هذا مركب هذا الملاحظة هذا النوع يسمى كروزات مكتوبة الآن نرى هذا الجزء هذا الجزء مهم هذا الجزء لكي نفهمه مثلا في نظام آلي لدينا 30 مدخل تلاحظوا لدينا 24 لدينا لدينا نظام آلي 30 مدخل لدينا 6 هل نضع لدينا لدينا إمتداد لدينا يسمى إمتداد X النوع XR14 بعد نرى الآن بالإضافة يتكوّل إلى الشاشة لا صعبة سهلة لا كما ترى ترى TX 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 سهلة 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 لاحظوا هنا برنامج أخبركم ملتقد أي طروع يتحكم مدخل EC و مدخل EC يتحكم يتحكم في مخارج إذن هذه الشاشة وكذلك لا تكون لاحظوا معي هذا الخابر يربط لنا الميكرو يربط لنا الوتومات بالحسوم وهذا ما ترى في المصانع بالإضافة إلى لاحظوا معي وهو سيدي ميلينيوم يعني ميلينيوم ليس صعيب سهل يسمى ميلينيوم ليس صعيب سهل في الانستالرصين الآن نرى كيف نعمل بلوجيسيال ميلينيوم